السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس إلى الميزان يوم الأحد 22 أيلول سبتمبر طبعا بالبداية بما أن الشمس ستنتقل لبرج الميزان فمن لجميع موليد برج الميزان كل عام وأنتم بكل خير رح تنتقل الشمس يوم الأحد 22 تسعة الساعة 12 و43 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من برج العدرة لبرج الميزان ورح تظل موجودة في برج الميزان لغاية 22 عشرة اللي هو يوم الثلاثاء الساعة 10 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بعدها تنتقل الشمس لبرج العقرب بالنسبة لها كوكب الشمس معروف أو نجم الشمس زي ما سمى هو صفاته الإيجابية لما بيكون سعيد أعطينا الطموح الصراحة التفاؤل الجراءة الكرم الدينماكية اللي هو النشاط والقيادة والاستقلالية ولكن لما بيكون منتحس بعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية من المعروف أنه دخول الشمس لأي برج يعلن أنه هاي بداية أعياد ميلاد هذا البرج فأيذن دخولها لبرج الميزان هي بداية أعيادهم وأيضا بداية دخول الشمس لبرج الميزان هي بداية فصل الخريف أو إعلان فصل الخريف ولا شك أنه وجود الشمس في الميزان وهو برج هوائي رح يمنحنا طاقة فكرية كبيرة طاقة حركية ونشاط غير معتاد وبتمدنا بالرغبة الكبيرة في التواصل والاتصال مع الآخرين خلينا نبحث عن مشروعنا الخاص اللي ممكن أنه نحققه مع شخصياتنا أو مع ذواتنا برضو بينمي فينا شعور قوي بالرغبة في العلاقات الاجتماعية والمشاركة وأيضا بالشراكات على أنواعها إن كان شراكات ارتباط أو شراكات عمل وبرضو منبعد شوي هيك عنه الروتين منبعده هيك الشوي لأنه شوي إحنا بنكسر حاجز الروتين بهاي الفترة خلال الفترة المذكورة اللي هي من 22.9 إلى 22.10 يعني مواليد الأبراج الهوائية إجمالا اللي هم الميزان أولا الجوزاء، الدلو، والأبراج النارية اللي هم الأسد والقوس والحمل اللي هو أقل المستفيدين هذولا أكثر الأشخاص رح يستفيدوا بخلال فترة هذا الشهر لأنه برج داعم لإلهم ولكن الحمل طبعا رح نذكر ليش وشو الأسباب مش إنه متحيزين أو ضده ولكن رح نذكرها إن شاء الله أما أكثر المتضررين من وجود الشمس في الميزان هم مواليد برج العقرب أولا ليش؟ لأنه يعتبر برج الميزان بيت متاعب برج العقرب فعشان هيك هم أكثر ناس رح يشعروا بالضغط هم بدأوا بشعروا إنهم يشعروا فيهم الأمور معاكسة والحظ بلش يفقد عطاءاته بالنسبة لإلهم وبيعتمدوش على الحظ بيعتمدوا على مجهودهم الشخصي ولكن الآن بتصير اللي هي الفترة الصعبة على مواليد برج العقرب وأيضا مواليد برج الثور لأنه يعتبر بالنسبة لإلهم البيت السادس اللي يتعلق بالصحة ويتعلق بالعمل فعشان هيك بصير الضغط عليهم بهدول الأمرين في خلال الفترة القادمة إن كان صحتهم أو صحت أحد أحبائهم أو تعب صحي مفاجئ أو أشياء من هذا القبيل ولكن مش شيء إنه مستمر ولكنه شيء بيطلب نوع من أنواع المراقبة والمتابعة وأيضا مواليد برج الحمل لأنه بكون الشمس تواجدت مقابلهم تماما تعطيهم إيجابيات ولكن برضو زيها زي أي كوكب لما بيكون بالمقابل بيسحب من طاقة البرج فعشان هيك طاقتهم بتكون ضعيفة وبكون عندهم هيك ذيق وخلق يعني بمعنى آخر سهل استفزازهم عصبيين ما في قدرة للإحتمال بدهم ينتبهوا طبعا لغذاءهم وراحتهم عشان نحدد إنه الفترة القادمة لما الشمس تكون في الميزان راح تكون سعيدة ولا راح تكون منتحسة فدائما نحكي إنه أنا ما بهمني إيش بنذكر من بعض الأشخاص اللي اللي هم علاقة بعلم الفلك أو مطلعين على علم الفلك أو عندهم هيك حابين يصيروا علماء فلك فجأة إنه بقول لك بشرفه ببيته بيداعم لإله قوي لإله بسبب تزديس مع الأسد فطاقته بتكون عالية هذا كله كلام أنا ما بأخذ فيه ماشي فيه إحنا بنعرف إنه فيه شرف الكوكب أو وبال الكوكب أو فيه رب الكوكب أو إلى ما لا نهاية من مسميات ولكن أنا باعتمد على النسبة الأعلى دائما بالتأثيرات وهي الزوايا لأنها الزوايا هي اللي بتحكم يعني في عندي زاوية تربيع والله لا كوكب هو موجود في بيته شو استفدنا زاوية تربيع هاي بدها تأثر بشكل سلبي على الكوكب وتنزل طاقته للحضيد فما فأدنيش إنه موجود في بيته ولا في شرفه ولا وين موجود يعني فإذن الزاوية هي اللي بتحكم بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل بالفترة القادمة عندنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد رح تتشكل ذروتها يوم ثلاثين تسعة يعني بمعنى آخر إنه بداية الانتقال بتكون شوي بعيفة ولكن بجيها نوع من أنواع القوة ابتداء من يوم خمسة وعشرين تسعة بتصير في نوع من أنواع الإيجابية للشمس وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين الشمس وبين عطارد بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية وبتيجل بنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهاي برضو فترة ممتازة جدا للاتصالات وللنجاح كان بالامتحانات أو نجاح أدبي مشاريع حالية ويجب علينا التركيز على مجهودنا على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب في حال أنه كانت نوع من أنواع الانتحاس لزوايا أخرى للسفر والعلاقات التي تتعلق بالصداقة أو الزواج ولكن أنا بالزاوية هاي شايف أن الأجواء راح تكون إيجابية رغم أنه في حدثين راح نذكرهم الآن بالنسبة للحدث الأول اللي راح نذكر اللي هو يوم 12 وهو كسوف الشمس الحلقي في الميزان عشان هيك أنا ذكرت مناسب للأسفار غير مناسب للأسفار والعلاقات الصداقة أو الزواج لأنه بيكون فيه ثلاث أيام وهي ثلاث أيام بتكون بداية يعني ما قبل ثلاثين الشهر بتكون مناسبة ما بعد ثلاثين الشهر لأنه في عنا ثلاث أيام نقترب من الكسوف للشمس اللي هو الحلقي يعني كسوف مكتمل كامل فعشان هيك نحكي أنه فترة لا تصلح في هذا الوقت تحديدا طبعا بالنسبة لهذا الكسوف زي ما حكينا يوم 12 يمكن رؤيته في الأشخاص المقيمين جنوب أمريكا الشمالية في معظم أمريكا الجنوبية في المحيط الهادئ في المحيط الأطلسي والقارة القطبية الجنوبية وعادة لما بيكون في عنا كسوف أو خسوف بتبعه بأسبوعين في الحدث الآخر يعني إذا كان في خسوف بيكون بعد أسبوعين في كسوف وإذا في كسوف بعد أسبوعين بيكون في خسوف هاي المرة لا عنا كان في خسوف في شهر 9 والآن صار في عنا كسوف بعد أسبوعين ولكن لها توسط الكواكب مع بعض اللي هي إنها بتصير على خط مستقيم إذن في عنا خسوف ولكن هذا الخسوف رح يكون يوم 17 عشرة هو يسمى خسوف غير متشكل في برج الحمل يعني بمعنى آخر أنه هو بالحسابات في خسوف ولكن لا يمكن رؤيته في أي مكان لأنه لا يعتبر خسوف يعتبر خسوف وهمي بالنظر ولكن بالحسابات هو قائم ورح يتشكل في وقت اكتمال القمر في ساعات الظهر بالنسبة لكسوف الشمس أو خسوف القمر هم أمرين سلبيات في هاي الفترة منشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا كما أنه منفقد السيطرة على عواطفنا وعادة عند حدوث الكسوف أو عند وقوع الخسوف يفضل الامتناع عن اتخاذ قرار هام أو الابتعاد عن أي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة كما منصبح أكثر عرضة للمرض لأن طاقتنا بتصير فيها نوع من أنواع الخربطة هيك بسبب هاي الأحداث الفلكية عشان هيك برضو منحكي أنه العمليات الجراحية بهاي التواريخ دائما نقول أنها غير محببة أو غير مرؤوب فيها ما مننصح فيها وبرضو بدنا نحذر إلى الأشخاص اللي بيتعاطوا الأدوية وبيعملوا بالأجهزة أو الآلات الحادة أو اللي بيتعاطوا كحوليات أو مخدرات لأنه هي أساسا تعمل تشتت فما بالك نأخذ كمان أشياء بتأثر علينا طبعا تأثير الكسوف والخسوف دائما بيكون قبله بثلاث أيام وبعده بثلاث أيام فقط أما اللي بقول لك بقعد سنة وتأثيره ست شهور وثمانة شهور هذا كلام كله غير علمي وغير دقيق لأنه لو إجينا بدنا نقول لا إنه الكسوف تأثيره سنة طب ما فيه السنة في عنا كسوفين وخسوفين يعني ما بنلحق نخلص من واحد بتركب الثاني ومتصير بتأثيرات اتنين السنة اللي وراها بصير ثلاثة وأربعة فهو غير منطقي فهو التأثير فقط هي ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد وبعد مرور ثلاث أيام عادي جدا بترجع الأجواء سليم جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا راح تكون زاوية يوم 14 عشرة هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري بتقوي من إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس التسامح وميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أن يكون هنا دور اجتماعي مهم بنحقق برضو في حياتنا المهنية نوع من أنواع النجاح على المستوى المادي أيضا بيعطينا دعم وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة وقوية يعني بمعنى آخر بتدفع بحضوذنا بصورة عامة أيضا يوم 14 عشرة في عندنا زاوية تربيع سلبية وهذه زاوية خطيرة جدا فإذا هذا التاريخ اللي هو 14 عشرة ما قبله بسبع أيام وما بعده بسبع أيام هذا التاريخ بتركزوا عليه بشكل جيد يعني من 17 أكتوبر اللي هي ذكرى عام على أحداث غزة في شيء رح يكون في هاي الفترة حياتنا بيطبعها نوع من أنواع الكفاح من ميل تضييع جهودنا ممكن نتعرخ لإخفاقات ناجمة عن الاندفاع ومن المجازفة بيصير في نوع من أنواع الخلافات بسبب الرابع في فرض السلطة بتنتهي بنزاعات عنيفة بتسوء جو من التوتر والعدوانية بحيث بيتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين أي كلمة غير محسوبة تأخذ على محمل مغاير وبتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها هذا على المستوى الشخصي على المستوى الدولي طبعا هاي زاوية شمس ومريخ يعني قيادي وجيش وحرب ودم بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة يعني أي منطقة محتدمة فيها مشاحنات فيها حرب فيها هذا بترتفع الأمور بشكل حاد جدا وبتدل على أنه حكومة ما ممكن يتميلها ممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي امتداد للزاوية الأولى وهي زاوية يوم 21 عشرة أيضا خطيرة جدا وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهاي لسا يعني الأولى والثاني يعني تركيبتها خطيرة جدا الفترة هاي فإذن زي ما ذكرنا أنه من يوم 17 بتبدأ اللي هي الضغوطات الحامية هي ما قبلها رح يكون في تأثيرات لأنها هي زاوية منفصلة ولكن من يوم 17 تحديدا و21 عشرة والشمس وبلوتو برضو بدنا ننضيف عليها كمان سبع أيام إذن راحت طيلة شهر عشرة بتشكيل هاي الزاوية هاي الزاوية اللي هي بين الشمس وبين بلوتو بتعزز التسلط عند البعض ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين دوليا بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كحرائق أو ظواهر طبيعية كالزلازل براكين أو التعرية إذن هذا الكلام اللي أنا ذكرته مش لأنه في أحداث ومش لأنه يعني بمشي على هاي الزوايا إمتى لو رجعت للحلقات السابقة أو السنوات السابقة لما تشكلت أو في التوقعات اليومية بتلاقوا نفس الصيغة اللي أنا ذكرتها بذكرها في كل الحلقات صار أو ما صار وبتمنى أنه ما يصير شيء يعني معاكس لتوقعاتنا وربنا يلطف بالجميع طيب بما أننا شفنا الزوايا إذن الشمس هي زاوية وحيدة وعندنا كسوف وعندنا خسوف وعندنا زاويتين حادات إذن هي فترة حامية جدا على جميع الأبراج صحيح فيها إيجابية ولكن يجب الحذر من تأثيرات هذه الزوايا العصبية والحدية والمشاكل بأنواعها لأنه رح تكون طاغية بالفترة القادمة والعنف رح يكون يعني مسيطرة علينا كأشخاص إذن كل اللي أنا رح أذكره رح تقيس عليه منه إيش اللي أنت بدك تتجنبه لحالك بدون ما أذكره طبعا بتسمعوا برجكم بتسمعوا طالعكم لأنه زي ما دايما نذكر أنه البرج بدل على العالم الخارجي كيف بيتعامل معك طالع أنت كيف بتتعامل مع المحيط برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل زي ما ذكرنا أنه وجود الشمس رح تكون مقابلك تماما صحيح أنه كل التعب العاطفي اللي عنيت منه بالفترة الماضية الآن بيبدأ بالانحسار يعني نوع من أنواع العاطفة والطاقة العالية بتبلش تظهر على الساحة بتجد نفسك مندفع لتعزيز علاقات عاطفية أو دعمها أو البدء بعلاقة عاطفية لللي بيسعى طبعا لهذا الموضوع ممكن بعض المواجهات ولكن مع الزوايا مع طاقتك وضعف طاقتك فهنا محتمل يكون في مشاكل كبيرة ما بينك وبين شريك العاطفي أو شريكك بالعمل ولكنها يعني بتكون يعني العلاقات الحميمية هي الأكثر مشاحنات على الصعيد العملي تعمل أيضا لا تدفع بمصالحك التشاركية للأمام وضع خطط جديدة راح تقوم مشاريعك خلال الفترة القادمة يعني نوع من أنواع الأرضية الصلبة والواضحة بعيدة عن الأخطار ولكن أهم إشي العصبية والقرارات المرتجلة وأيضاً إصدار الأحكام ما راح يكون لصالحك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا منحكي عن وجود الشمس في البيت السادس يعني بيت الصحة بيت العمل أيضاً وهو برج هواي بيأثر عليك بشكل سلبي بتحس أنه العمل بدأ يتراكم وأنك عاجز أحياناً عن القدرة على إنجازه بالوقت المطلوب فبتضطر أنك تعمل وقت إضافيه أكثر أو بيصير تشتت فكري وممكن يكون في مشاكل ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو حتى بعضكم ممكن يتغرر فيه بمشروع معين أنه مثلاً إحنا بحاجتك وتنقل عنا ومنعطيك راتب أعلى أو أحسن لك وبعدين بتقدم استقالتك بتروح بقولك لا والله انشغل لو تصبر لك شهرين ثلاثة وبعدين بتروح عليك تخسر عملك وممكن تتهور أنت وتقدم استقالتك والموضوع ممكن بنحل بشكل أبسط لكنه رغم كل هذا الأمر بسبب طبيعتك المتحدية من الوصول لإنجازات بقوة عليك الانتباه لصحتك أكثر في الفترة القادمة في كثير من التوتر الصحي لا سيما الودة الدرقية العمود الفقري بدك تكون حذر خصوصاً من رفع أوزان ثقيلة عن الأرض عليك أنك تأخذ نوع من أنواع الراحة والنقاها عاطفياً بتجد أنه بتميل فرض مشاعرك بالقوة أحياناً على شريك العاطفة وهذا شيء رح يسبب مشاكل أكبر بدك تكون أقل تطلباً وأيضاً أقل حدية بالتعامل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً وجود الشمس في بيتك الخامس وهو بيت داعم لإلك بقوة يعني أنه هذا الشهر رح يكون مليء بالفرص المالية الكبيرة الترفيه الحضوضة بتدعمك شوي ممكن تحصل عليها مصادر مختلفة مستحقات سابقة هبات هدايا على المستوى العاطفي كمان رح يتكون فترة عاطفية ممكن تقرب من الشريك أو بدأ بعلاقة عاطفية جديدة وعميقة وذات أهداف واضحة ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع تتعرض بعض الخدلان اللي شوي يأثر عليك وخصوصاً إذا كان هذا الخدلان من الفترة السابقة تظهر بعض الأفكار أو بعض القصص أو بعض الأشخاص يظهروا في حياتك بالفترة هاي بتلاقي أنه الأمر ما بعنيك بشكل كبير فممكن يتلاشى الموضوع وتتجاوزه كأنه ما شفت هذا الشخص اللي كان أساساً مؤثر عليك بشكل سلبي نفسياً إذا قدرت أنك تستفيد من الطاقة الإيجابية رح تمتلك الرغبة في الوصول لأي شيء بتريده وعلى مختلف الأصعي كثير منكو رح يهتم بنفسه بهندامه تجميل أو اهتمام حتى بترفيه أو حتى بالأبناء ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وما تكون مبالغ بالملذات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً هذا شهر مناسب للقيام بكثير من الأمور التي تتعلق بالعقارات مثل بيع أو شراء أو استئجار عقار أو صيانة عقار ديكور أشياء من هذا القبيل وممكن أنك تصفي كثير من الأمور العالقة بهذا الشأن أو حتى بالمشاكل البيتية والعائلية رح تجد نفسك ميال إلى وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات داخل المنزل رح تكون فترة من العلاقات الحميمية مع أفراد العائلة ولكن بسبب الزوايا اللي ذكرناها ممكن يكون في بعض المشاحنات أيضاً فبدأك تكون حذر من ردات الفعل هناك من يعتمد على إدخال تغييرات جوهرية على نمط حياته بالفترة هاي أو داخل المنزل أو أفراح أو مناسبات مثلاً بتكون متواصلة ومتكررة خلال هذا الشهر إن كان في علاقة طبعاً بأفراد العائلة أو بموجودات البيت فهاي الفترة الأمثل أنك أنت تعززها بشكل أكبر أهم شيء أنك ما تتسرع بالحكم على شريك العاطفي وتأخذ بظاهر الأمور دون جوهرها وحاول أنك يعني ما تكون حد الطباع أثناء التعامل مع أفراد العائلة برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد رح تجد نفسك هذا الشهر مدفوع بقوة لتوطيد علاقاتك مع الإخوة مع الجيران رح يكون لك نوع من أنواع القدرة على الحضور بقوة تحمل نوع من أنواع المسؤوليات الملقاة على حدقك وممكن تكون هي مصدر للثقة أو حل بعض المشكلات العالقة بين الآخرين فبتظهر كمصلح اجتماعي كما تكثر عندك في الفترة القادمة الاتصالات اليومية التنقلات الحوارات النقاشات الأعمال التجارية التعلم الرغبة في التواصل واللقاء ضمن أجواء إيجابية فإذن فترة نشطة جدا على المستوى التجاري على التبادل التجاري الداخلي اللي بيشتغلوا في البيع والمشترات التسويق الإلكترونيات السيارات هاي فترة قويلة لهم وأيضا تعزيز العلاقة مع الزبائن في نوع من أنواع الجوائز أو الهدايا قادمة للطلاب دون الجامعة طلع الطلاب المدارس أنه بيكون عندهم رغبة عالية جدا بالامتحانات أو بالدراسة أو التعلم ورح يحققوا إنجازات لكن ما يتسرعوا أثناء تقديم الامتحانات عاطفيا فترة غنية جدا وممتعة بالنسبة لإلك للتواصل مع الأحبة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا وجود الشمس في بيت المال هذا الأمر يعني دو شقين بيمدك بالقدرة على تحصيل المال من مصادر مختلفة ومتحددة عادة بيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم أشياء من هذا القبيل ولكن هي فرص وإنت عندك الرغبة والقدرة على وصول أهدافك أهم شيء أنك ما رح تقف عاجز أمام أي مشكلة مالية رح تصادفك بالفترة القادمة ولكن بدك تنتبه من المغامرات المالية من التبذير لأنه ممكن أنه ما يكون في أي طائل من وراءها إلا الفشل فبدك تدقق قبل ما تقدم رح تكون عندك القدرة على التأثير ماليا فترة مناسبة للحصول على قرب أو التعامل مع المؤسسات المالية الكبيرة ضمن شروط واضحة تماما بترضيك وبترضي الأطراف الأخرى وأيضا ممكن يكون عندك مشروع فكري أو أدبي بيعود عليك بالشهرة والربح في هذه الفترة ممكن تقدم كثير من الدعم المالي لشركة العاطفة أو تتلقى كثير من الدعم المالي إذن هي فترة مالية ولكن ما بنصح بالمغامرات المالية بالنسبة لكم صحيح أنه رح يكون في بعض المغريات ولكن هاي المغريات ممكن أنها تعد عليك بسلبية برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان هذا وقت اللي هو وصول الشمس لعندك يعني بداية أعياد ميلادكم فنقول لكم كل عام وأنتم بكل خير وطبعا أنه الفترة الشهر الماضي كانت فترة ضاغطة واللي قبله كان تراجع طارد كان ضاغط ولكن الآن كل ما أجا عيد ميلادك معناته هي بدأت سنتك إذن قبلها الشمس ما زالت موجود في بيت المتاعب عيد ميلادك بداية الطاقة لإلك ما بعدها تشعر بالتحسن بشكل أعلى ولكن بتبدأ الضغوط هاي والمتاعب تخف وتتخلص منها كل ما اقترب عيد ميلادك أكثر وما بعده بتكون يعني دخول الشمس رح تشعر بالقوة حضورك وقدرتك على اتخاذ القرارات الصائبة ودورك المهم في تحمل المسؤوليات الملقاة على عدقك بشكل جدي هاي فترة إيجابية تماما ممكن يتقدم لك نوع من أنواع الدعم لكثير وخصوصا من الأصدقاء المقربين معنويا ماديا وطبعا لأنه في كثير من الأشخاص طلعوا من حياتك بالفترة الماضية الآن اللي يستمر معك اللي ربح جائزة أنه مبروك رح تكمل معنا السنة الجاي هذول الأشخاص اللي هم بكون الصفوة اللي أنت بتقدر تعتمد عليهم للفترة القادمة جاذبيتك بتظهر بوضوح هذا الشهر وبتكون محط للأنظار عاطفيا ممكن تعمل على تدعيم علاقاتك العاطفية بالشريك وتحاول جاهد لقضاء أوقات أكثر معاهم بالفترة القادمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الشمس في بيت المتاعب وهاي معروفة إنها دائما أنا بذكرها إنها هي شهر الغربال يعني الشهر اللي أنت بتتخلص من أي شيء كان يعيقك الضغوطات اللي كانت عليك المشاكل اللي كانت تتأرقك لأشخاص اللي ما في داعي لوجودهم في حياتك هدولة كله في خلال هذا الشهر أنت بتتغربله وبيبقى معك الأشخاص اللي بدهم يكملوا العام القادم فإذا هذا الشهر صحيح رح يضغطك ولكن رح يضغطك لمصلحتك صحيح في ضغط كبير عليك في كثير من الأمور أو الجوانب لا سيما على المستوى النفسي على المستوى الصحي وممكن تكون في بعض العقبات المفاجئة اللي تعكر مزاجك تضغط على نفسيتك وبتسبب نوع من أنواع الإرباك ولكن تم إيجابيات تحمل لك ياها الشمس وهي بعض العروض المهمة اللي ممكن تقدم لإلك للتعاقد أو الارتباط بشركات أو مؤسسات دولية أو مؤسسات كبيرة أو الدخول في مشاريع ذات أبعاد عميقة حاول التفكير بهدوء أكثر بعيدة عن الحساسية عاطفيا ممكن نعني جاهر برغبتك الخفية ولا سيما في علاقاتك العاطفية أو الانتقال لمرحلة متقدمة في علاقاتك الحالية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتحمل لك الشمس الموجودة في بيت الأصدقاء نوع من أنواع الدعم الاجتماعي الرغبة بتعرف لأصدقاء جدد أو تدعيم علاقاتك بأصدقاء قدامة أو إن قطعة العلاقة بينكم أو صلة بينكم تجد الظروف مهاتلة الاستفادة من هذه العلاقات أو بتدخل السرور على نفسك ممكن تجد من بين هؤلاء من يحب التقرب إليك لإقامة علاقة صداقة قوية أو يطور العلاقة لعلاقة عاطفية أكبر غالبا بتكون مبنية على أسس ذات طابع فكري أو أدبي أو جمالي بتبحث في الفترة القادمة عن الأنصار والداعمين لإلك بمختلف الأمور اليومية عاطفيا بتكون فترة مريحة نوعا ما وبتعيش أوقات رائعة حاول أنك تستغلها على المستوى الاجتماعي لأنه بالفترة هاي راح تكثر عندك الدعوات والمناسبات أو لقاء بعض المعارف أو تستعين ببعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم لمساعدتك في أمر ما يعني زي واسطة أو دعم لإلك حاول قدر الإمكان ما تتحكم بمحيطك أو بأصدقائك لأنه هاي الفترة ما راح تكون أو الطريقة هاي ما راح تكون لصالحك دائما وخصوصا هذا الشهر برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد راح طبعا الشمس وجودها راح يمتحنك ويمتحن قدراتك على إظهار معدك أنك الحقيقي للآخرين هذا بيت السمعة يعني هنا يا إما بتكون هاي فترة زي سيف دو حدين يا إما بتنشهر وبتترقى وبتصل لمناصب يا إما بتخسر عملك وبتفشل وبتشوه سمعتك عشان هيك هاي أول نقطة لازم أذكرك فيها أو أحكي لك إياها عشان تكون حذر خلال هذا الشهر من الأمرين حافظ على سمعتك وأيضا حاول أنك تبعد عنك الوشايات اللي نالت منك بالفترة السابقة هاي الفترة بتدعمك بهذا الاتجاه يمكنك برضو أنك تسعى لتحسين صورتك أو تسعى للترقيات الكبيرة هذا الشهر بأحملك نوع من أنواع الفرص لتحصيل على مكان مهم في محيطك العملي وعلاقاتك مع المسؤولين كثير من الأعداء أو الخصوم بينكشفوا أو بتنكشف أوراقهم أمامك ولكن لا تبالغ بردات فعلك عاطفيا هاي ما رح تكون هي الفترة الأفضل أو الأنسب للعلاقات العاطفية لأنك الآن أنت عملي أكثر أو مصلحتك هي الأهم يبل ما تتجه للعاطفة ولكن برضو هذا ما بيمنع من وجود بعض الأجواء اللطيفة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً من لأشخاص اللي كانوا يطمحوا للهجرة أو السفر لبعيد خارج البلاد فهي الفترة الأنسب للقيام بهذا الأمر تقديم أوراق معاملات لفيزا لسفر أو عندك رغبة أنك تسافر أو تدرس بجامعة خارجية فهي فترة الأنسب لهذه الأمور في كثير من الفرص الحقيقية هذا الشهر ممكن تتحقق الشمس الموجودة في بيت التاسع لإلك بيت السفر بتدعمك بشكل كبير في كثير من الاتصالات والعلاقات البعيدة برضو بتتعزز بشكل أقوى وخصوصاً علاقات مع الأجانب اللي بتساعدك على ذلك وهي فترة مناسبة للتعاقد مع جامعات خارجية لا إكمال الدراسات الأكاديمية لا الأمور الدورات أو تعلم شيء جديد لا التجارة فهي فترة مناسبة للعقد الصفقات الكبيرة أيضاً اللي هو استراد وتصدير وأيضاً يعني الأمور اللي تتعلق أيضاً في الأجواء العلمية والأكاديمية والفلسفية والدينية والأشياء ككل فأيضاً فترة رح توعد عليك بالأرباح الوفيرة وخصوصاً اللي بيشتغلوا بالاستراد والتصدير عاطفياً بتقدم لك الشمس دعم حقيقي لإتمام مشروع خطبة أو زواج أو إقامة علاقة جديدة أو الدفع بعلاقاتك الحالية للأمام وخصوصاً بعض موليد برج الدلو ممكن يرتبطوا بأجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً كثير من أحلامك وطموحاتك طبعاً الشهر الماضي ما استفدت منه لأنه كانت الشمس موجود مقابلك تماماً اللي قبله كانت في بيت الصحة ولكن الآن انتقالها للبيت الثامن فكثير من أحلامك وطموحاتك رح تجد طريقها خلال هذا الشهر بداية طاقة أعلى رح تتحقق كثير من الأشياء إذا عملت بشكل جيد طبعاً على إصال أفكارك للآخرين أو طالب بحقك المشروع فيما تقوم فيه من جهد واضح وأيضاً عندك كثير من الفرص للحصول على أموال مستحقة إما من شراكة أو زواج أو تعويضات حكومية أو خاصة أو من خلال قروض مثلاً أو ميراث أو طالب بحق إليك أو ديون معدومة بدك إياها كلها هاي الأمور يعني الأموال المشتركة هي الفحوة أي مال معك شريك فيه إذن هاي فترة الأنسب ممكن أقدم لك برضو بشكل مفاجئ بعض العروض المهمة لشراكات مالية أهم شيء ما تتأخر في الموافقة عليها إذا درستها بشكل جيد يعني ادرسها سريع واستغلها بشكل أسرع عاطفياً يعني تتوج مساعيك القديمة بنتاج مرضية تدخل السرور لقلبك وممكن تظهر بعض العلاقات القديمة على الساحة بشكل مفاجئ كثير من موليد برج الحوت رح يكتشفوا أسرار عن مواضيع كانت مخفية عنهم بخلال هذا الشهر وأيضاً ممكن تظهر أمور كانت يعني بالنسبة لهم أو حقائق صادمة أو حقائق مدفونة أو ميتة تظهر على الساحة مرة أخرى هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء